النهاردة الكابتن محمد فروغ هو رئيس اللجنة بشكل مؤقت ما حضرش الاجتماع الفني كان عنده اجتماع مع الوستس جمال علام في اتحاد الكورة اجتماع ليه علاقة بتسريب محادسة الفار والكابتن محمد فروغ حسب ما وصل لي من تفاصيل انه قال لي الوستس جمال علام المحادسات نفسها ما جت ليش طب المحادسة دي لو حقيقية ايه رد الفعل على اتحاد الكورة دلوقتي المفروض يأكد او ينفي لان الكلام اللي تقال كلام خطير طبعا سمعتو تعليقك سمعتو طبعا انا 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 كمان مستغرب كمان من الحالة اللي فيها الكابتن محمد فروغ يعني حكاية اجتماعات مع الاتحاد كتير قوي استقال ورجع في الاستقالة الكابتن ابريم نوردين استقال ورجع في الاستقالة واحنا بتكلم على عايشين حالة ضبابية هل اللجنة دي مستمرة ولا مش مستمرة التاجلات اللي بتحصل عليها كل شوية فيه استحداث في منظومة التحكيم وده امر سلبي جدا الاتحاد الكورة رامي منظومة التحكيم على جنب خالص وبيقول لك نسيبها للاتحاد الجديد اللي جاي الكابتن الاستاذ محمد ربولغفو عضو الاتحاد الكورة طلع من شهر عكس كل اتجاه قال احنا خلاص خدنا قرار ان فيه خبير تحكيم اجنبي ومش عفوة كان علي اساسي خدنا قرار على ان تعاقد مع مدير فن اجنبي طب لو مدير فن اجنبي تعاقده معادي الوقتي خلاص قبل انطلق الدوري طب ما ده حصل مع ميكالي نعم لا انا بقول خبير تحكيم اجنبي لا اصد يعني الاتحاد نفسه اه بالضبط اه بالضبط اه اعملها بالضبط اه طبعا اتعاقد طبعا كان ممكن يسيب برضو الامر ده للااتحاد الجديد المجلس الجديد اه بالضبط بالضبط لكن طبعا كان يعني انا قطع اتمنى لو كان عندهم فعلا النية واخدين قرار فعلا بالامر ده والتصريح من السيد محمد ربولوفه جيبها على تقريبا 24 ساعة من ما اشار للكابتن جمال غندور انه تواصل مع وزير الشاب الرياضة لتعيين طاقم تحكيم مصري او خبير مصري دير اللجنة فجينا بعد 24 ساعة بس كان في رئيس بعثة للمنتخب رجع من البعثة بدل ما كانت تكلم في امور البعثة تتكلم على ان في خبير اجنبي جاي وده كان امر بالنسبة لمفاجأة يعني انت ازاي يعني حصل ده واحنا لسا كابتن جمال غندور قبلها بيوم ويومين مالك كل وسائل الاعلام بالحديث على الخبير المصري اللي جاي والتوافق مش توافق طبعا احنا عايشين ازمة كبيرة جدا و كنت اتمنى احنا نبتد الموسم بحاجات كتير قوي في موضوع التحكيم تحديدا استحداث تقنية الفيديو نحنا نطور من نفسنا بش معقولة نشوف حكامنا مميزين في البطولات برة في بطولة الصبر ونشيد بيهم ونرجع هنا فاول اسبوع في الدوري تحصل ثلاث مباريات تحصل فيهم ازمات كبيرة جدا غيرت من نتجتها مباراة زي ما لكم بنك الاهل انه فيك اتغيرت بسبب التحكيم مباراة بيتروجيت وبرميز اتغيرت بسبب التحكيم شفنا ازمة في اول مباراة فتلاحية في الدوري بسبب السماعات طبعا ده كله ده لأسف شديد احنا ما استعدناش للدوري ولا للاتحاد عمل اي خطوة ايجابية للدوري حتى بما فيها قرار اللي التعاقد مع الخبير اجنبي وده كان قرار لجنة الاندية في اجتمعها مع الاتحاد يوم 18 ستمبر انا مش عافل الاتحاد كان فين الفترة دي كلها بصراحة يعني اقعد اكتر من حوالي شهر ونص ما فيش قرار ما فيش قرار وقصص جمال علام بيعمل اجتماعات ومره واحدة ابراهيم يستقليل ويرجع ويتمسك بوجوده ومحمد فاروق يعني النهاردة محمد فاروق في الاجتماع الفني مش موجود مش موجود اقعد بيحل مشكلة تانية مع رئيس الاتحاد طيب بيحل ازمة وبعا كده تسريب طب التسريب ده ايه اللي يحصل طب ماشي نفترض يعني يعني سي يعني انا واثق دلوقتي ان مثلا مش هقول 100% من الجماهير المصرية واثقة من التسريب ده لكن على الاقل فيه قطاع كبير جدا جدا ممكن نقول اكتر من 5% سموا التسريب وتكلموا على التسريب وحاسنوا التسريب ده حقيقي فين رد الاتحاد فين رد الاتحاد وعا كده انا مش عافل الاتحاد ليه دي ما بيردش حتى العقوبات بتاعت ند الزمالك اعلنها بعد ما خرج التسريبات عن ضياع التقرير يعني انت منتظر منتظر البطولة خلصة البطولة الصوبة خلصة 24 تيجي تاني العقوبات بعديها مثلا بفترة 11 يوم او بتاع انت كنت منتظر ايه اه يقول لك المنتظر اللي عبت زمالك رجعت طب اللي عبت زمالك رجعت في نفس اليوم كنت ممكن تاني العقوبات لكن انت انتظرت لحد ما اكبرت يعني وكمان حتى القرارة طالعا بالليل وطلع على قرارات غلط هو الطبيعي يا صاح علاء يقول لك ايه قررت ادارة المسابقات مزبوط اتحاد الكورة بناء على تأرير مرابي المباراة مزبوط ايه ساب كل ده ومرأة لك قرر اتحاد الكورة اه مش بتاعته مش بتاعته وكذا سيد محمد انا ازاي يخرج تسريبات الساعة 5 لعصر ان فيه التقرير ضاع ويبقى حديث المدينة زي ما بيقولوا حديث السوشال ميديا كلها وصخرية الاعلام وصخرية الناس كتيرة جدا بيسخروا من حكاية ضياعة الملف من ضياعة تقرير فجأة ساعتمق بليل العقوبة طلعت طب طلعما العقوبة موجودة عندك وجهزة ليه ما عنتناشي الظهر ليه ما عنتناشي قبلها بيوم ليه مستنى كده يما انت حط نفسك في محل الشبهات فطبعا دي اضياء اضياء خطيرة جدا عارف ليه وهو لو بناء على التأرير القرارات مش هتبقى كده طبعا لما تدي اربع مباريات طبعا في فرق ما بينسوق السلوك وفي فرق الاعتداء الاعتداء طبعا فلما تقول التأرير ضاع طبعا اذا انت خدت بناء على شريك مثلا ولا خدت بناء على التلفزيون ولا خدت بناء على ايه ولا خد بناء على ايه حدا خالص حتى قرارات هو شافأ ايه اخف عقوبة ممكن اخف عقوبة اخف عقوبة وفي ليحة ويطبق عليها ليحة ليحة انت دينا ديكتلت العمر يعني أنت بتكلم على أربع سنين يعني ممكن فيه لعبة يكون اعتزلت وبيقت مدربين ولسه العقوبة ما خلصتش شفنا عقوبة تخلط على محمد إبراهيم لما كان لعب في سراميك كلبطرة عقوبة إقاف ثلاث مباريات سوبر انتقل للبنك الأهلي وصعب جدا نشوفه مثلا نشوفه في السوبر تاري الله أعلم القرارات الاندباطية بتقبع في كافة البطار طبعا يعني طبعا كده بتكلم إيه أربع مباريات يعني والأغرب أنا كنت منتظر قبل قراراتها طبعا أنا كنت يعني لما يكون أصلا محاكمة اللعيبة لعبة الزمالكة على يعني تهمة استخدام العنف كلمة استخدام العنف دي أعلى من اعتداء كلمة اعتداء دي ممكن يكون فيه اعتداء لفظي مثلا فيه اعتداء أي حاجة لكن كلمة استخدام العنف ده معناه أن فيه تطاول وبع كده الليحة واضحة اعتداء على أحد أفراد المنظومة يبقى العقوبة تم مباريات دي لكنهم طبعا خافوا طبقوا ده خافوا اتحرك لما اتحرك كورا استدعى المدير الفن في رئيس زمالك للتحقيق أربع مرات ومرحش أقول لكم على حاجة تم استدعاء جميز للاجمة الانضباط في اتحرك كورا أربع مرات والأربع مرات مرحش برطاق بطاق بطاق من مجرس النادي ايه اللي عقوبة اللي خدها ايه اللي عقوبة اللي خدها جميز اتحرك كورا قال لنا انه استدعى رجل ما يدروش يقول له كلام ده هل اتحرك كورا طلع ببيان او طلع قال ان احنا غدا استدعاء المدير الفني لنادي الزمالك لتحقيق معه ما حصلش ما فيش شفافات على اي حاجة بالزبط طبعا احنا عايشين يعني اسوأ فترة في قدرتك كورا مصرية تمام يعني العقوبة تمام المباريات دي كانت يعني في صالح نادي الزمالك والله مش في صالح اي نادي صالح نادي الزمالك نفسه وانا حتى كمان كنت منتظر قبل عقوبة اتحرك كورا كنت منتظر بيان مجلس صالح نادي الزمالك يعني كان على مجلس صالح نادي الزمالك التطلع بالمسؤوليات وفتجاه البيان اللي عمله نادي الزمالك اصدر بيان ضربنا لكورة عظيم سلام اولا اعتذر فيه للاشقاء في دورة الامارات اعتذر لحكومة الامارات اعتذر لكل افراد المنظومة وختم بيانه بتلاث سطور loi 3 سطور قال فيها انه هيجري تحقيقها عاجل وانضباطه وفرض عقوبات لا دعا على كل من تجاوز فين العقوبات انادي الزمالك فين العقوبات انادي الزمالك كان ممكن يشيل الحاجة او يحط الاحبال كورا قداما سؤالياته لو هو عقب لعبته لو كان انادي الزمالك اعقب لعبته وما بيستناشarقرار الاحبالك كان ممكن الاحبالك يتجرأ يتجرأ ويطبق العدلة نتذكر موقف حسين الشحات قبل اتحاد الكورة مع عقب حسين الشحات النادي القليل كان أصدر قراره بيتغرين حسين الشحات وكان يبقى فيه قرارات أقوى من كده كمان لا نحن عندنا حالات أقوى من كده بكتير نحن عندنا نجوم وأساطير في الكورة المصرية خارجة عقوبات من نادي القليل عقوبات قف 6 شهر وسنة